أربع عشرة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا تم تسجيلها ثلاث حالات منها اليوم في ولاية منوبة وحالتين في ولايتي زغوان والمونستير إضافة إلى حالة وفاة في كل من ولايتي كبلي وجندوبة وتوزر وسديبوزيد واسفاقس بعد أن سجلت ولاية قصرين حالتين وفاة مساء أمس ومن حيث الإصابات بفيروس كورونا سجلت ولاية اسفاقس اليوم 160 حالة إصابة جديدة فيما تبقى وطيرة الإصابات بالفيروس متواصلة بنسق سريع في ولاية سوسا إذ سجلت الولاية 183 إصابة جديدة بينما أعلنت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس تسجيلها اليوم 109 إصابات جديدة بالفيروس وسجلت ولاية نابل 100 حالة إصابة جديدة كما سجلت ولاية القصرين صباح اليوم 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا ويتم تحويل دار شباب المركب الرياضي بالحي الأولمبي في القصرين المدينة إلى مستشفى الميداني حيث سيقع تركيز الثالثين سريرا مجهزا بالأكسجين في ظل بلغ المستشفى الجهوي والمستشفيات المحلية طاقة استيعابهم القصوى وتطورت جملة الإصابات في المنسير إلى ثلاثة ألاف ومائتين وثلاث وخمسين إصابة بعد كشف نتائج تحليل التقصي عن الفيروس وجود اثنتين وخمسين إصابة جديدة وفق آخر حصيلة محينة مساء أمس أما جابس فقط سجلت الجهة ستا وأربعين إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء مائة وخمسة وأربعين تحليلا على عينات اشتبها في إصابة أصحابها بالفيروس بينما ارتفع العدد الجملي للإصابات بالمهدية إلى سبعمائة حالة منذ بداية الجائحة بعد تسجيل ثلاث وثلاثين إصابة جديدة كما سجلت ولاية جندوب تسع وعشرين إصابة جديدة أمس وكانت مصالح وزارة الصحة قد أعلنت أنه أمس الأول تم تسجيل خمس وثلاثين حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا وألف وخمسمائة وخمس وثمانين حالة إصابة جديدة بهذا الفيروس وضع وبائي أكدت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجد نصاف بن علي أنه ما يزال يأخذ منحا تصعوديا خطيرا مؤكدة أن الجهود مركزة حاليا على كسر الملح التصعودي حتى لا يتم بولغ ذروة انتشاره مشيرة إلى أن اللجنة العلمية نصحت بالإبقاء على كل تدابير الاستثنائية للحد من انتشار الفيروس على غرار إبقاء حظر الجوال عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا لحبيب غديرا كشف من جهته أن اللجنة العلمية قد تقترح إقرار الحجر الصحي على الأشخاص الذين يبلغوا سنهم 65 عاما فما فوق موضحا أن المنح التصعودي لحصيلة الإصابات المسجلة بوباء كورونا تبعث وراء تبعث وراء